النصيحة هتدخلنا على حديث سيدنا جبريل اللي هو أم السنة اللي هو سأله ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان فإيه اللي حصل فالنصيحة بتدخل في كل ده فأنت عندما تنصح تريد الخيرة للغير في كل أمور الدين والدنيا وكأن النصيحة تبقى في إيه قل إن صلاتي ونسقي ومحياي وماتي لله رب العالمين النصيحة تكون في كده في المحيا وفي الممات في كمان في الإيمان والإسلام والإحسان لإني دايما بحب أربط الإيمان والإحسان والإسلام بالرحمة والخير والجمال فتكون النصيحة لله مش معناها توجيه النصح لله حشاء سبحانه وتعالى وتعالى نارك علوا كبير وإنما بتكون بمساعدة الناس في التعرف على الله وإنك تعرف إزاي تشوف الحياة بأنوار تجليات الله على هذه الحياة فترى الله في كل شيء ترى الله من خلال أسمائه ومن خلال أنواره ومن خلال فعره ومن خلال تدبيره فتنصح لله إن تخلي الناس إزاي ترى الله في كل شيء ولذلك قال الإمام النووي قال الإمام النووي رحمه الله أما النصيحة لله فمعناها منصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته واصف بصفات الكمال والكلال كلها وتنزيه سبحانه وتعالى عن جميع من جميع النقائص والقيام بطاعتي وكتنام معصيتي والحب فيه والبغض فيه والاعتراف بنعمته وشكرها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحس عليها يعني أن أنت تدعي إلى كل هذه الصفات التي نحن نقولها وإيه تاني والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها على إيه على النصيح يبقى هنا بنوقف شوية عند المعنى ده يعني وكأن النصيحة لله هو أن تعيش أنت وتساعد الناس أن تعيش أنت وهم في حضرة الله في نعمة الله أن تعيشوا وتسيروا إلى الله من الله بالله مع الله أي دي النصيحة لله طيب النصيحة لكتاب الله بتكون بالإيمان به الإيمان بالقرآن الكريم وبتلوته وأن أنت تتلق القرآن أناق الليل وأطراف النهار وتتعلمه وتتعلمه وتتدبر آياته وعشان كده تبقى مجالس العلم أو حلق الزكر دي روضة من رياض الجنة وكمان تتعظ بموعظه وتقف عند حدوده وتمتسل أو أمره وتكتنب نواهيه هو دوة النصيحة للكتاب أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه زي ما قال الحافظ بن رجب الإيمان به وبما جاء الإيمان بحضرة النبي وبما جاء به حضرة النبي وتوقير حضرة النبي وتوقيجيل حضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم والتمسك بطاعة حضرة النبي وإحياء سنته وكمان واستثارة علومه يعني إيه اللي حاصل تستثير علوم السنة وتستثير علوم حضرة النبي وتنشر العلوم دي ومش بس كده وتتخلق بها زي ما قلنا وتتقدم كمان بأدابه وتحب قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام ده كله إيه ده؟ ده الحديث ده ماله التسع كده وبقى جميل قوي الحديث ده يمكن أن يصنع منظومة للتربية تربية الكبار وتربية الصغار يعني ممكن نحط الحديث ده ونحطه هو دستور البيت المسلم دستور بيوتنا دستور حياتنا دستور أولادنا يعني إيه دستور؟ يعني يبقى هذا الذي ننطلق فيه في الأخلاق إن إحنا نبقى عندنا النصيحة إن إحنا بنبحث عن الخير بصفاء بصدق فلأن النصيحة فيها الصفاء والصدق هي بقى الدور على الكلام على النصيحة لأئمة المسلمين فيبقى إيه بقى النصيحة لأئمة المسلمين؟ إن إحنا نعاونهم على الحق وانطعم بإن إحنا نعمل بما يعلموننا إياه وكمان إيه اللي حاصل؟ ونأخذ من عونهم على الحق ده تذكير لينا وتذكير ليهم على التمسك بهذا الحق وإيه اللي حاصل؟ وننبههم برفق وبلطف ونكتنب الأسوب عليهم ومضيقتهم وعدم تقدرهم واحترامهم وندعي لهم بالتوفيق وبالسداد ونحسن الناس على الدعاء لهم بالتوفيق والسداد أما بقى الخامس وهي مسألة النصيحة للمسلمين فإيه اللي يحصل؟ إن أنا أحب لهم اللي بحبوا النفسي وإيه تاني؟ وأكره لهم اللي بكرهوا النفسي وإيه تالت؟ وأوشفق عليهم وبرهم وأرحمهم وأوقر قبهم وأرحم صغيرهم وأواسيهم في أحزنهم وأفرح كمان معهم في فرحهم وكأن فرحهم فرحي وأحب اللي يصلحهم ويخليهم كمان في دوام النعمة وكمان أنصرهم على عدوهم ويدفع عنهم كل أذى ومكروه الإسلام بقى لازم أعرف إن الإسلام صريح إن يجعل فكرة النصيحة فكرة مركزية ومنزها عن كل أشكال المن والتكبر والاستهزاء بالناس وعشان الشخص ما ياخدش ده سبيل ويؤذي الناس بحجة إن الدين النصيحة أصلا أنا شفت الكلام ده كتير الدين النصيحة فتدر الراجل في جنابه الدين النصيحة فتدر الراجل في جنابه